وهنبدأ نكمل تصميمنا للمنتج او البراند الايس كريم اللي هو فيري بري اللي احنا عملناه واوجدناه كنا وقفنا في المحاضرة او في الدرس اللي فات عند الجزئية دي نحنا حطينا التكوين الاساسي بناء على قعدة التوزيع اللي هي الخط النايل الدياجونال لاين وهنكمل بقية التصميم قلت ان كفاية كده علشان ما تبقاش المعلومات دي سيما لان احنا شرحنا جزئية نظرية كبيرة جدا في الجزء الاول النهاردة هنكمل الجزئية العملي وهندخل على طول في الدرس عملنا اول حاجة هنا لازم نغير الالوان بالنسبة للايس كريم قبل ما نبدأ نعمل اي حاجة على الطبقة بس قبل ما ابدأ اغير الالوان هنا بصوا هتلاحظوا اني هنا مش وقعية وفي حدية عمدي فهروح عند اللي هي الكريمة نفسها دي هسميها هنا بالكريم تمام طبقة الكريم واللي فوقيها دي هسميها باللارج سبلاش عفوا مكتوبة ولط سبلاش تمام طيب عشان بس نكون عارفين كل حاجة والاسماء وما نطلخبطش واحنا اه بنشتغل اه بالنسبة بالنسبة الى الايس كريم هنا انا عايزها طبعا يكون فوق لان انا لو نزلته من تحتها بصها هيبقى شكلها هعمل ازاي انا عايزها تبقى فوقي فهي اكيد حطتها فوق اللي هي الباكت بس في جزئية هنا مش مزبوطة هروح اعمل عليها ماسك هجيب الفرشة بتاعتي وابدأ اني انا اه امسح اللي هي الاجزاء وطبعا تكون صوفت براش ابدأ امسح من هنا جزئية اللي انا اه مش عايزاها فانا همسح الاجزاء اللي هنا وحيس انها ما تكونش حادة بالشكل ده وابين ان هي دخلة جوه الباكت نفسها بتاعة الايس كريم تمام اه هنمسح طبعا بالاكس نبدل ما بينه الابيض والاسود وهنخليه باللون الاسود عشان نمسح من الماسك الفلو هنعليه ونخليه مية في المية وابدأ امسح جزء طبعا هي هتاخد منكم شوية وقت مش مشكلة اخدوا وقتكم تماما وانتو بتعملوا عملية الماسح في كمان خطوة مهمة اه حابين كمان ان احنا نعملها بس قبل ما نعملها خطوة الضل اللي هي ما بين العلبة وما بين اللي هي الكريمة قبل كده لازم نغير الاول الالوان بتاعتها هروح هنا وهعمل اه هيو ان ساتوريشن هعمل عشان اغير اللون بس اعمل عليها عشان تنزل بس على طبقة الكريمة وابدأ اعلي ساتوريشن عشان يشوف اللون على الاخر وابدأ اختار اللون اللي هي من هنا درجة البنك اه انزل شوية عشان تبدأ تبان معي الدرجة كده اللي هي الدرجة اللي هي ما بين البنك والفشة هنا بالزبط في المكان ده تمام انزل شوية بتاعتها كده تمام دي اول خطوة وبعد كده اروح اعمل عليها كيرف ويكليبنج ومسك اعملها شوية كده تمام يعني مش جامد قوي حاجة بسيطة كده ابين بس الاماكن الفتحة والغمقة تمام ارجع هنا مرة للساتوريشن اعلي شوية لان اه اعلي حاجة بسيطة تمام طيب طبعا الكيرف اللي اخليها البلند مود لمونستي عشان تنزل بس على الاضاءة اه بس الهيو ساتوريشن اخليها زي ما هي نورمل محاولاش ساتوريشن لان لما بكون مستخدمة خاصية واعمل ساتوريشن بيبوز الالوان يعني بصوا لو شفنا هنا عملنا ساتوريشن بوزت الالوان حولتها الالوان تانية ام تعمل ان انا اخلي البلند مود ساتوريشن لما استخدم قايمة الهيو ساتوريشن لما تكون ايه من غير مكون عاملة صحة على الكالوريشن تمام دي معلومة برضو مهمة طيب دلوقتي انا حابة كمان اغير لون ده وبعدين ادمج الشكل ده في الشكل ده كمان هروح على اللارجس بلاش وهعمل عليها كمان هيو ان ساتوريشن كالرايز وكليبينج ماسك عليها وعلي ساتوريشن على الاخر وزي ما هو المؤشر هنا بس هايه هنزل شوية الرايتنس تمام واروح كمان اعمل عليها كيرف وكليبينج ماسك هو اعمل شوية ايه قلنا كنتراست عليها بحيث ان الوانهم الاماكن الفتحة عاليها شوية والاماكن الغمقه ازود شوية بحيث ان الوانهم هما الاتنين يكونوا ايه زي بعض بالزبط تمام كده نمدص كده من بعيد الوانهم زي بعض بالزبط بس شوية من الهيو انستوريشن اقفلها شوية مش قوي كده حاجة بسيطة بحيث ان الالوان تبقى اقد بعض بالزبط بعد كده في خطوة ان انا ادمج الشكل ده فاكيد هروح عندها لسبلاشة واعمل عليها الماسك وابدأ امسح الجزئية اللي هنا اه باللون الاسويت امسحها كده اه حيث ان انا ادمجها امسح ورجع حد ما اعمل عملية دمج ما بينهم في نقطة بس ان انا حد ان انا انزلها شوية كده تمام بحيث ان هي تتزمج اكتر واجي مرة تانية بالبراش لو عايزين تنتقلوا للبراش بدون ما تروحوا الهنا تمام بس انا بعملها كده عشان تشوفوا انا جبت الادا من فين بتضغطوا على بيه بيه هيجيبلك البراش على طول تمام بس انا في البداية محبتش ان في الاول امشي معاكم بالاختصارات علشان لو فيه ناس مبتدئة معايا مش عارفين اماكن الادوات فانا بدأ بحاول ان انا اوضح لهم مكان الاداة بس احنا خلاص دلوقتي طلعنا من نطاق الا ان احنا مبتدئين اعتقد ان خلاص احنا وصلنا لمرحلة متقدمة اه فلازم ان احنا اه نكون اه 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 قد المرحلة دي تمام ادخل بس اعمل دمجي هنا كده حاول ادمج ما بين هنا وما بين هنا تمام حس ان احنا نحس ان هم دخلوا جوه بعض كده اندمجوا في بعض تمام تمام ابص كده تمام مضبوط طيب ممكن شوية نرجع هنا حاجات اجزاء بس كده في نقطة اه مهمة لو احنا حسنا ان الدنيا مش متزبطة معايا هنا ممكن اعمل اه لير فقيها اه فوق خالص كده فقيهم كلهم متكون شايفيها خالص اشيل منها واجيب الاستام بتول وابدأ اه ان انا اعمل من هنا خلاص واعمل كده بحيس ان انا ايه اصبط الدنيا بتاعتي اصغرها شوية بس عشان متاخدش عينة كبيرة تاخد من العينة المجورة بس لها كده وابدأ اه اشتغل وابضبوط الدنيا بتاعتي شده بالزبط واخد من هنا قلط وادخل العناصر في بعضيها كده كده من هنا خد عينة كده تمام من هنا بس كده كده تحسوا ان هم اه حصل اندماج ما بين دي ودي بس شوية من هنا كده عايزين نزبطها من هنا تمام كده اخد من هنا عينة من هنا وعينة من هنا كده كده قلط تمام تمام واظبوط جدا دخلوا واندماجوا في بعض وتحسوا ان هم ايه طلعين من بعض ده لو احنا حاستن ان هي مش مظبوطة بالماسك اب صحة ما عملتش الخطوة دي عملت بس بالماسك واشتغلتها وطلعت مظبوطة لو زي ما دلوقتي حصل معينها ما تزبطتش فهنعملها زي ما قولنا اديتكو اوبشن تاني بالستام بتوين وتحطوها فوق كل الطبقات فوق الكريمة وفوق السبلاش فوق خالص بدون ما تكون عليها اي كليبنج عشان تقدروا تاخدوا عينة من الكريمة وعينة من هنا وبتعملوا الدمج ما بينهم طيب في خطوة مهمة جدا جدا شايفين ودي هي دي بقى اللي بتفرق شغل المصمم الشاطر من اللي بينظف شغله كويس والمصمم اللي هو مش بيركز على التفاصيل الصغيرة بتفرق جدا يعني بصوا الخط اللي هي الخط اللي هي دي ان من هنا ده بصراحة بشوه التصميم عندي تماما فازاي اشيل الموضوع ده سهلة جدا واروح عليها واعمل كونترول او بلاش كونترول اروح اعمل تليك ميم واعمل سلكت بيكسل ثمام؟ في طريق في كذا طريقة في طريقة ان اروح عند الماسك نفسه بعد ما عملت الطريقة دي انا لو انا مش عاملة مصك هعمل ماسك لو انا عاملة مصك اروح عند الماسك وعمل سلكت اند مصك انا هعمل لكم بكذا طريقة تمام بس عايز اشيل لا خليه لا اللي هو ده لا خليه هو ده تمام عشان اشوف بس اشوف الخط واروح هنا اعمل اهو ازودو شوية سموثنس اعليها شوية الاج انزله كده تمام الحاد ما اوصل ان انا اشيل اللي هي الحواف اللي هي دي تمام كده انا شلتها خالص ارجع اوكي تمام كنترول دي عشان اشيل التحديد ممتاز وشلتها بممتاز البساطة بس تحسوا ان في اجزاء لسه فيها ممكن نرجع نعمل تاني كنترول عليها انا طبعا ما عملتاش بالطريقة دي هعلمكم الطريقة التانية بس احنا بنعرف كل لوبشينات بتاعتنا كنترول مرة تانية او بدون كنترول كنترول زد عفوان سليكت بيكسل افضل احدد كل البيكسلات وادخل هنا عند الماسك وسليكت اند ماسك واشفت اكتر الاج بتاعي ادخله اكتر بصوا بدأت من هنا تزبط معي الزوده الزوده كده بحاد ما ابدأ اشيل ممكن اعمل صح الشيك على او خليه مش مهمة اهي وابدأ اعمل اوكي تمام تمام هي زبطت الدنيا ودخلت وزبطت بس تلاحظوا ان انا لما بشيل اهه مش بتعمل معي ليه لاني لازم اروح عمد الماسك نفسه بعض الخطوة دي هو التحديد على الاسبلاشة نفسها فلازم انا اروح على الماسك تماما اتشالت الحواف كونترول دي خلصت الدنيا تمام فهمت الطريقة يبقى انا عندي الابشن ده ان انا الاول استخدم اه احدد البيكسل اروح عند الماسك تمام واعمل select and mask ادخل جوه ابدأ ادخل الحواف لجوه لحد ما الاحظ ان الحفة راحت تماما اطلع برا وانا احدد الماسك اعمل control shift i عشان اعكس الماسك بدل ما هو محدد الاسبلاشة يحدد برا الاسبلاشة ان انا عايز اشيل الاجزاء اللي هي الخارجية control shift i عكسنا التحديد بعدين عبينا المكان اللي هو برا الاسبلاشة باللون الاسود عشان اخفيه فلو هنا هنا قلنا اني لما يكون فوق بعمل alt back space لما اتحت control back space انا عايز اللون الاسود فهضغط alt back space طب لو كان الاسود تحت هضغط control back space انا بفهمكم اضقت التفاصيل المهمة وعدت الكلام ده كتير وشرحته كتير بس بعيده في كل محاضرة لان في ناس ممكن تكون اول مرة تدخل معانا فتكون مش فهمة طب هي ليه عملت alt back space تمام انا عملت alt back space عشان الاسود كان فوق لكن لو كان الاسود هو اللي من تحت هعمل control back space او ممكن ارجعه هنا بالx يعني بالx مبدل ما بين الابيض الاسود ارجعه بالx اخليه هو فوق واضغط alt back space لو كان الاسود تحت يعني لو كان الاسود تحت كده بدل ما اضغط control back space اعمل اطلعه فوق وبعدين اضغط alt back space اتمنى ان المعلومة تكون واضحة ده بالنسبة للتكنيك الاول طيب فيه تكنيك تاني اقدر اشيل بي فيه تكنيك تاني اقدر اشيل بي طيب نرجع ctrl z انا حابة اعلمكم كل حاجة خلاص ctrl d ههو رجعنا مرة تانية الحواف اللي هي دي هعمل ايه التكنيك التاني هروح عليها برضو هعمل select pixel وهروح عند فيه يقول ان انت ممكن تروح عند filter other ويتعمل minimize دي طريقة الطريقة الافضل اني اروح عن select وهاروح عند modify وهروح عند contract يعني ادخله لجوه contract ادخله بكامل قيمة مثلا هقول ادخله بقيمة 3 بيكسل عشان اضمن اني اشالت كل الحواف وعمل اوكي يبقى هو ادخل لجوه بعد كده هروح زي ما قلنا على الماسك واعكس ctrl shift i اعكس التحديد وبعدين اروح اعمل alt backspace عشان اشيل الحواف الخارجية ctrl d خلاص لبقى انا علمتكم two options لو قبلتكم حاجة زي دي فاتقدروا ان انتو ازاي تعملوها اما بالماسك يام بالموديفاي تعملوا contract تدخلوا التحديد لجوه وفي ناس بتستخدم المنميز نيجي بعد كده خلاص نظفنا الشغل بتاعنا وظبطنا الواننا والدنيا مظبوطة بالنسبة ليا نيجي بقى لخط الخطوة الشادو مع الاضاءة ملاش الشادو اللي هي هنا فهنأجلها زي ما قلنا ها دايما بنمشي بالترتيب بنحط التوزيع بتاعنا بعد ما بنظبط التوزيع لو في تصحيح الوان او اضاءة ونشبع ونصححه وبعد كده بنعمل ايه بنبدأ نعمل الاضاءة والضل بتاعتنا وبعد كده لو في تصميم محتاج بنعمله وبنفنش التصميم بتاعنا ولو في تيكست وحوارات من بالنسبة للتصميم ده مش هنحتاج ان احنا نعمل عمليات تصحيح لان انا اصلا ببرنامج مظبطة الانوان وهنا مظبطة الانوان التصحيح بس هيكون خفيف بالنسبة لحبات توزيع حبات الفراولة والتوت البري والحاجات دي هنعمل التصحيح بسيط لها مش محتاجين هنا ان احنا نستخدم الخرايط لان التصميم مش معقد وما فيهوش دمج كتير والوان التوت البري نفسه جاي من الخلفية فمش محتاجين تصحيح غير حاجة بسيطة هنشوفها دلوقتي هنعمل شوية كيرف في بعض العناصر ونزبطها طيب دلوقتي هنجي بقى نعمل ايه هنجي نبدأ نحط رقم اتنين اللي الصغيرة دي ادخلها من برنامج الالستريتور على هنا وابدأ اعمل ايه اصغر كده طبعا لونها مختلف هنعمل نفس التكنيك اللي عملناه اه في ال كده احطها هنا كده بالشكل ده تمام طيب طيب قبل كده هاخد نسخة منهم هم الاتنين والالت هي فين بس الاول الاسبلاشا هي دي الاول انزلها وحطها هنا واخد نسخة من دي بالشفت ونسخة من دي واروح ارفعها بالالت نسخة تانية واعمل لنسختين كريات كليبين جماز بس خلاص وفيش داع ان انا اقعد اكرر الخطوات مرة تانية واندمجت معاها بمنتهى البساطة اجمع الطبقات عشان ما باش عندي طبقات كتير احد الطبقة اللي الاسبلاشا مع اخر طبقة كيرف واعمل كنترول اي علشان اخليها في طبقة واحدة وهسميها بالسمال اسبلاشا عشان بس اقل العدد الطبقات وما يكونش فيه شغل كتير اه وانا مش محتاجة اصحح او اغير بس كده خلاص كده انا عملت منها ايه نسختين نسخة تحت ونسخة فوق بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنبدأ بقى في توزيع العناصر متنسوش التسيف كونترول اس كل خطوة نعملها نسيف وبكرر بعد كده هنبدأ نعمل التوزيع اللي هي العناصر هنفتح اكيد طبعا البرسبكتف بتاعي عشان ابدأ اوزع بناء على البرسبكتف هروح اجيب اول وحدة اول حاجة عندي هجيب بس الصورة اللي هنا وهي تجميعة لكل العناصر هناخد منها الحاجات اللي احنا عايزين ها فهنروح واحنا محددين هكده هروح اجيب اللاسو ابدأ احدد اللي هي دي كده واروح اعمل كنترول جي يعني نسخة منها ارجع مرة تانية على الطبقة اللي هي دي وهاخد ايه هاخد دي تمام وعمل كنترول جي هرجع مرة تانية على الصورة اللي هي فيها التجميعة دي كلها وهروح اخد مين هاخد دي يعني انا ايه بفك العناصر من الصورة واعمل كنترول جي انا باخد الحاجات اللي انا عايزها هارجع تاني وهاخد مين هاخد دي. واعمل آآ كنترول جي. مين تاني عايز أخده هاخد دي. تمام? واعمل كنترول جي. تمام. مين تاني عايز عايزة اخدها؟ هايزة اخد اللي هي دي. تمام? اخدها. اهو. وعمل كنترول جي. بالنسبة للفراولة انا مش عايزها لان انا هجيبها بالمكان تاني فهعمل للصورة. كده انا معي عناصر اللي هي كده اهل وحدي. كده انا حط عناصر كده. عشان فيه حاجات تانية انا عايزة اخدها من اماكن تانية اواجبها. وحط التصميم كله. وابدأ اوزع. بعد كده هروح اجيب من هنا هسحب دي كده. عايزة اخد واتجاهات مختلفة للتوت. يعني مش عايزة بس واحد اللي هو ده واللي هو ده. لان عايزة اكتر من اتجاه. فاصغر شوية بس عشان اشوف. تماما. طيب انا بصراحة مش فاكرة ايه اللي خدته. فهبتح التصميم الاصلي عشان اشوف الاشكال. معاش لو الدنيا اللغبطة. اه معانا. اطلعها فوق اقفل الحاجات دي عشان اعرف اشوف اللي انا اخترتها. واي اجيب هنا عشان اشوف بس الحاجات اللي انا قصتها. تقريبا دي اللي هي دي. تمام? هروح اجيب برضو اللي ستول. ابدأ اخد اللي هو اللي فوق دي. واعمل كنترول جي عليها. تمام? ايه تاني اه وخدت الشكل اللي هو نازل كده. اللي هي كانت تقريبا زوية تقريبا كانت دي. او لا كانت دي. تمام? واقعد اخد دي. تمام? واعمل وانا ضغط على الصورة الاصلية كونترول جي. براحتكم أنتو عايزين تاخدوا نفس اللي انا اخدتم. تمام? حابين انتو تغيروا. فده شيء يرجع عليكم. ممكن من ضمن العناصر. اشوف بس التوزيعات. آاااااااا بس نكتفي بالقدر ده. عشان ماهي comprar عندي عناصر كتيرة doubted. وارجع العناصر اللي انا اخترتها في الاول. ابدأ ايه? اخد العناصر اصغر شوية. مش معاولة شكلها يكون بالمنظر ده يعني. تمام? اقفل طبعا البوستر عشان اشوف. وهي هاخد دي. وهي هصغرها شوية كده. هاخد دي. وهي هصغرها. شوية. نصغرها. هنعمل طبعا تباعد ما بين الحاجات. اشوف بس في البوستر الاصلي. تمام كانت هنا. هنا. وكبرها شوية. عشان عايزة اعمل تباعد. نصروا العناصر القريبة من هنا كبيرة. وده مبدأ اللي هو اللي احنا شرحناه. كل ما بنبعد بنصغر الحبات. بصوا هنا ده كبير كبير كبير. بعدين بدأ من هنا يصغر شوية. فاصغر فاصغر. ودي كبيرة شوية لان هي من قريبة. والعناصر دي ممكن نصغرها كمان شوية كده. تمام? ودخل جوة الايس كريم. تمام? هنبدأ نعمل انا هعمل التوزيع هوريكم كم واحدة بس. وهكمل انا الباقي. اول واحدة انا عملتها جبت دي هنا وحطتها آآ بالشكل ده كده. تمام? وبدأت اعمل عليها آآ وانا محددها. بدأت اعمل عليها ماسك. وامسح الاجزاء بالبي برجع الفرشة. وباللون الاسود بامسح. وبدأت امسح الاجزاء عشان نبين ان هي دخلة جوة مين? جوة الاسكريم. وطبعا الديريكشن بتاعها ماشي مع البرسبكتف. يعني بلفها كده. ماشي بصوا مع البرسبكتف بالضبط. كده بقول لكم دايما لازم تكونوا رسمين آآ البرسبكتف وانتو بتشتغلوا. مهما وصلتوا للاحترافية لازم فيه جايد وخطوط معينة لازم تمشوا عليها. وعلشان يطلع الشغل بتاعكم آآ مزبوط. هنا بالاكس بالاسود بالابيض عفهم برجع لو في حاجة زيادة انا مسحتها. تمام. حلو كده. اممكن ادخلها اكتر دول ده. كده. بالفرشة بالبي ارجع اعمل هنا اهنا امسح كده عشان ادخلها اكتر. هنا بامسح باللون الاسود وبرجع باللون الابيض. تمام. كده انا عملت او بينت ان هي دخلة جوه لسبلاشة دي. تمام. بعد كده العنصر اللي بعده انا عملت ايه جبت الفراولة. الفراولة دي هنجيبها من هي الشكل الفراولة الحلوة دي. هجيبها وهحطها هنا. وابدأ اعملها كده. وهحط واحدة هنا فوق. تمام وبرضو محطوطة هنا. هفتح كده اشوف. مزبوطة بس محتاجة ان هي بس شوية بسيط. بحطوطة على الخط بتاع البرسبكتب نفسه. تمام? لازم يكون في حاجات كده حاجات كده يعني مش كله في نفس الديريكشن ونفس الاتجاح. بس اهم حاجة انها تكون على خطوط التلاشي. وكبان هعمل لها وابدأ امسح شوية منها عشان ابين ان هي ايه جوة الايس كريم. بس مامسحش بشكل مستقيم يعني ايه شوية كده في تعرجات عشان تبان ان هي جوة الايس كريم. نفس الشكل اللي هي دي. آآ نفس الطريقة هعمل آآ عليها ماس كوي بالفرشة بتاعتي. وابدأ اشيل اجزاء منها عشان ابين ان هي جوة. وباية العناصر هوزعهم بنفس الطريقة. مفيش اي فكرة فيها. وهوزع مثلا هجيب مثلا عناصر ده هنا. انا فين حطيته? حطيته هنا. تمام? احطه كده بالشكل ده هنا كده. تمام? وبقيت العناصر جبت اللي هي العنصر اللي هو التاني اللي هو ده. وعملته مسلا اعطيته في الاتجاه ده. وفي نحية تانية عملته كده ووزعت. هوزع بشكل سريع. وارجع ليكم. يعني الموضوع مش محتاج ان احنا نطول فيه علشان اه وقت الدرس ما يكونش طويل معنا. بعد موزعت العناصر زي ما انتم شايفين بناء على البرسبكتف. الحاجات اللي كانت داخلة جوة الكريمة عملنا لها ماسك كده. وعملنا تباعد زي ما انتم شايفين هنا كبيرة كبيرة كبيرة. فاصغر اصغر من دي شوية. بعدين هنا كبيرة. تدل على القرب. وبعد كده لكل ما بعيدنا كل ما صغرنا الاحجام. وعملنا عليهم كل الحاجات دي ماسكوا عشان يدخلهم جوة الكريمة الايس كريم او دوة الايس كريم اصلا. وبدأنا نحط هنا العنصر. مش مهم يعني مش لازم ان كل العناصر تبقى ماشية في نفس الديريكشن بتاعها هيبقى شكلها مملة جدا. يعني تخيلوا لو دي ماشية كده. ودي ماشية في نفس الاتجاه. كلهم ماشيين في اتجاه واحد في حاجة مملة جدا. فلازم التنويع في الاتجاه. الديريكشن يكون مختلف. بس المهم انه يكونوا ماشيين على خطوط التلاشي. تمام? دي نقطة مهمة جدا جدا. عشان في ناس ممكن تقول ايه? لأ ما انت عاملة دي مش ماشية في نفس الاتجاه بتاع البرسبكتف. لا هي نفس الاتجاه. المهم ان خطوط البرسبكتف بتتلاقى معاها. بس الديريكشن يختلف عشان نعمل ديناميكية وحركة اكتر وتنويع في التصميم ويكونش التصميم ومل وسخيف ودم متقيل. طيب اه وعملت شوية بعد ما وزعت العناصر دي وغيرت الاحجام حاجات كبيرة حاجات صغيرة وكده بعد ما وزعتهم. وعملت هنا طبعا الفراولة دي. شكلها كده مش متزبطة معايا معلش? ازبطها. تحركت بس معايا من مكانها. تمام. بس كده. هيا كده ازبطت. تمام. حلوة. ويتحركت بس معايا وانا بشتغل. وزبطنا دنيتنا وزبطنا الدنيا ويوزعنا التوزيع عملنا لهم شوية مش لكل العناصر. في عناصر عملنا لها بلور خدنا دي وروحنا هنا من فلتر بلور وعملنا موشن بلور. وكل واحدة حطينا لها قيمة مختلفة عشان يبقى في كبان تنوي. يعني هنا معمول لها موشن بلور بس اقل من بقية العناصر. او دي ما عملت لهاش عشان دي في القريبة فخلتها زي ما هي وبقية العناصر عملت موشن بلور. هنا الموشن بلور اعلى من هنا. كل ما العنصر بعد زودت الموشن بلور بتاعه عشان اعمل ديناميكية في التصميم. طيب. خاص كده انا مهمة البرسبكتف. يلا شكرا مع السلامة. بوزعت العناصر بناء على البرسبكتف. فطلعت الحاجات متوازنة معي او التوزيع متناسق ومتوازن معي. طيب. دلوقتي اه هتلاحظوا ان الالوان مختلفة. الاضاءات مختلفة. يعني الاضاءة هنا مختلفة عن هنا. والاضاءة هنا مختلفة عن هنا. الالوان نفسها مختلفة. طيب. ممكن نشتغلها نعمل خرايط الوان ونبدأ نصحح زي ما اعلمتكم في التصميمات اللي قابل كده في ليبتون وفي غيرها. وفي اوريو وفي تراك وغيرها من التصميمات اللي عملنا بها الخرايط. وممكن نشتغل لو احنا وصلنا لدرجة من الاتقان الشديد ممكن نشتغل بدون الخرايط. انا بالنسبة لي بصراحة واشفتش ان هي محتاجة تصحيح الوان قوي. هي محتاجة فقط تصحيح اضاءة. لو اتصححت الاضاءة الدنيا بقت فل. فانا مش محتاجة ان انا اقعد. بس اهم نقطة عندي ان انا عملت كل جزئية في جروب. يعني البري اللي هي دي. اللي هي التوت نفسه. تمام? معي اه انا كنت عملتها معلش? خليني اقفلها. نسيت وعملتها. عملت التصحيح اصلا. بس اه هشرحها لكم دلوقتي. وهنا هقفل دي كمان عشان اوريكم بالاصلية. فانا عملتها في جروبات. يعني البري اللي هو التوت ده. اللي اشكال التوت دي. عملتها في جروب واحد. والبلاك اه بري اللي هي السودة دي. عملتها في جروب لوحديها. والبلو بري اللي هي الزرق دي عملتها في جروب لوحديها. والستروبري الفراولة عملتها في جروب لوحديها. انا كنت حب اوصل الاضاءة التوت لنفس اضاءة الفراولة. فروحت عملت ايه? رحت عند البري اللي هي التوت الاحمر. وعملت عليه افتح هنا. عملت عليه كده. وبس مجرد زودت الاضاءة فيه. وعليه وشلت منه شوية الغماءان. فبقيت اضاءته نفس الاضاءة بتاعة الفراولة. تمام? ورحت عند البلو بيري برضو عملت عليها كيرف. عشان اعمل لها شوية كنترست. نزلت الاسود هنا وطلعت هنا فوق عشان اعمل لها شوية كنترست اكتر في التصميم. فتبقى متناسبة مع الخلفية والتصميم بتاعنا. بس هو ده كل اللي عملته. ما صححتش الوان ولا تشبع ولا اي حاجة. لان كل ده هيتزبط بالcolor grading. وهي دي فايدة الcolor grading في نوعية التصميمات دي. ان هو في الاخر بيزبط الالوان. يعني حتى لو انتم حاسيني ما فيش تناسق لوني. بصوا هنا البوستر الاخير مندمجة في بعضيها بشكل رهيب. طب ازاي خلينا الوانها كده. ازاي بقت بالجمال والروعة وتحسوا ان هما مية واحدة عم طريق الcolor grading. وهو دي اهم نقطة هنفهمها. وهنشرحها في التصميم. زي نوصل تصميماتنا. يعني بصوا شكل التصميم. اصلا تحسوا ان لا في اندماج ولا في اي نوع ولا شكل من التناسق الالوان ولا. مفيش روح للتصميم. مفيش هنا تحسوا مود يعني مود اعلاني اكتر. مود اعلانات. لكن لما كده. لا ده مش مود اعلانات خالص. ده تحسوا صورة مزطحة. اه حاجات كده متركبة وملزقة. ودي بشوفها كتير في ناس بتصمم حاجات زي دي. وبتنزلها وتكون فرحارة بيها جدا. بس هما مش غلطانين. هو المشكلة ان هما ما تعلموش صح. ملاقوش الشخص اللي يعلمهم بالطريقة الصحيحة. وهو ده اللي احنا هنتعلمو في الكورس بتاعنا. انا مجرد ان انا بس عملت تصحيح اضاءة. ومحتاجتش اعمل لا تصحيح لان انا عايزها مشبعة. انا حب ان الالوان بتاعتها فقعة كده. عشان كده انا ما عملتش تصحيح الوان ليهم خليتهم زي ما هما. والتصحيح ده. والاندماج ما بينهم عملتو بالcolor grading اللي هنتعلمو دلوقت. خلاص احنا كده هنقفلهم. احنا مش عايزين منهم حاجة نقفل الجروبات عشان ما تعملناش زحمة في التصميم بتاعنا. انا كده مصححا لهم اضاءتهم ومزبطة الدنيا. وموزعاهم التوزيع الصحيح. بعد كده اه خلاص 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 عملنا الكمبزيشن وعملنا التصحيح بتاعنا والتوزيع بتاعنا. ايه الخطوة اللي بعدها خطوة الاضاءة. يبقى انا لازم اعمل اضاءة على الخفية. لازم تمشوا بالترتيب ده. لو فعلا مشيتوا بالترتيب اللي انا بعلمه لكم على مدار كل الدروس دي. صدقوني في النهاية هتوصلوا لتصميمات احترافية. لتصميمات متوازنة. لتصميمات متنسقة. هنروح نعمل ايه هروح? هنا عند الجروب اللي انا عملته. وهعمل هنا فوقيها طبقة. وهجيب الفرشة. بتاعتي سواء من هنا او بي اضغط بي واجيب الفرشة. الفلو لازم تكون 100 في المية. اخد درجة لونية من هنا كده. درجة فتحة. تمام? واروح اعمل هنا وراء اللي هو العلبة الباكت بتاعة الايس كريم. كده بس خليني اعملها هنا عشان ما تبقاش مقشوطة معي. تبقى مزبوطة كاملة. اعملها هنا. تمام? تمام. والفلو بتاعها 100. واروح اسحابها كده. واجيبها هنا وراء دي. اكبرها شوية. انا حبيت اعملها عادي بدون اي اضافات او لنس فلير او اي حاجة بس كده. وهخلي البلند مود بتاعها هنا. هخليه سكرين. تمام? جميل جدا. طيب. دي اول خطوة. تاني خطوة هعمل لير كمان. الاضاءات دي مهمة بتعمل حيوية رهيبة في التصميم. هروح اجيب الفرشة بتاعتي واعمل واحدة تانية بنفس الدرجة اللونية. كده. ماشي. بس هنا بقى هسحبها كده وحطها فوق دي. بس هنا بقى هخلي البلند مود بتاعها بي اوفر اوفر لي. بتدي وهجة اكتر. ثواني اقفل كده. قبل وبعد. بس هنلاحظ انه اصغرها هنا شوية عشان يبقى متركزة على العلبة. وهخلي الوبست بتاعتها هقللها شوية. يعني حاجة بسيطة كده. مسلا تسعين ما او اتنين وتسعين. طيب. بعد كده هروح اعمل ايه بدل معرض اكرر نفس الخطوات. هاخد اللي هي الاولانية اللي انا عملتها سكرين. وهعمل منها الت. اسحبها كده فوق خالص. تمام? واسحبها وحطها فين هنا. عندي ايه? بس اصغرها شوية كده. بالالت. اصغرها حاجة بسيطة. وحطها هنا. جميل جدا. طيب. اخد منها نسخة بالالت. اخد منها نسخة تانية. او اخد نسخة من لها طبقة الوفرلي امزل عليها واخد منها نسخة وحطها فوق. ونزق اطلعها فين هنا. بالاتجاه ده انا عايزة هنا تكون بس هقلل شوية الوباستية خليها مثلا واحد وستين. كده. كده. كده يعني ايه منطقية وجميلة جدا. كده ادينا الاضاءات حيوية وتركيز اكتر على التصميم بتاعنا. بعد ما خلصنا الاضاءات كده هتحسوا ان التصميم يعني في اضاءة وكله منور وما احناش عارفين اماكن الضل واماكن النور. فهنا بقى تيجي المرحلة رقم اتنين. الجمالية اللي نبدأ نعمل بيها عملية الشادو واللايت. طبعا فيه تكنيكات كتير وشرحت منها كتير حاجات ان احنا ممكن نستخدم الهارد برش الاول وبعد ان حدد بس الاماكن وبعد كده نبدأ نستخدم السوفت برش. بس الطريقة دي امتى نستخدمها? نستخدمها لما يكون عندنا يعني مثلا عناصر بشرية اكتر في التصميم. ريتاتش منتجات احترافي يعني يكون المنتج فيه تفاصيل دقيقة وكتيرة فممكن نستخدم الطريقة دي. اما بالنسبة لهنا للتصميم ده فهو مش محتاج اللي هي النوعية دي فقط هستخدم السوفت برش على طول وهبدأ اوزع اماكن الضل والنور. بس قبل ما اعمل الموضوع ده. حب ان انا اعمل هنا شادو عليها عشان اديها تكسيمة اكتر زي ما انتو شايفين في التصميم الاصلي اهو. بصوا بديناها تكسيمة بان اني في اماكن دخلة لجوة دخلة جوة العلبة. لكن هي كده من غير ما اعملها بصوا بصوا الفرق. هو ده الجمالية او هو ده الفرق بين المصمم اللي فاهم هو بيعمل ايه والمصمم اللي بيقص ويلزق ويركب. بس يعني وهوش فاهم هو بيعمل ايه اصلا. تمام? يبقى انا لازم اعمل هنا شادو. ازاي هعمله? هروح عند اللي هي الكريم دي هنا. وهعمل فوقيها اه الافضل اني انا اعملها فوقيها وعلشان تنزل عليها طبقات اللي هي الالوان وتاخد من درجات الالوان والكير. فهعمل لير هنا. والليير دي كليبنج ماسك عليها. وابدأ اروح اجيب البراش بتاعتي. اصغرها. هعمل الاول اقلل طبعا الفلو بتاعها. اقلل مثلا دي اربعة. في الاول خالص هخلي اه الفرشة كبيرة عشان اعمل اول نوع من انواع الشادو اللي هو بيسموه الكاست ايه? الكاست اللونه اسود. فاحنا ممكن نعمله بالاسود. لو عملناه وبعدين نعمل البلند مود ملتبلاي عشان ياخد من الوان اللي تحته. وممكن ان احنا ناخد درجة بالالت من هنا. درجة من الالوان الايس كريم ونبدأ نغمقها. او بعد ما نعمله باللون الاسود نجيب الهيو انساتوريشن وننزله عليها. هتقولولي في التصميمات اللي فاتت كنا بنعمله اسود على طول بس كنا بنعمل البلند مود بتاعها ملتبلاي. بيبقى لازم اعمل ملتبلاي عليها علشان تاخد من الالوان اللي تحتها. لو ما عملناش ملتبلاي مش حابب ان انا اعمل ملتبلاي. في الحالة دي بقوم اخد من الوان المنتج واخد اغمق درجة منه. او ان انا اعمله باللون الاسود وبعد كده انزل عليه. واعمل له. وابدأ الوينه بالوان المنتج واغمقه. هنبدأ هنا اهو الشدق اللي هو اه الاولاني. بس حابة اغمق اكتر. كده. بشكل ده كده. يبقى هنا احنا عملنا اللي هو الشدو رقم ايه? رقم واحد. اعملها ملتبلاي. عشان كمان تبين اكتر معي. تمام. بعد كده اه ده اسمه الكونتاكت شدو. في الشدو اللي بعده اعمل كمان بس هنا هتلاحظوا ان الالوان انا حابة ان انا اطلعها فوق طبقة الهيو ساتوريشن والكيرف لان هي واخدة من الالوان. يعني ما نحطها اه اه انا انا عملتها فوق طبقة الكيرف والهيو ساتوريشن. لان احنا بصوا لما اعمل كنترول زيت. واخدة متلونة يعني شادو متلون يعني مش باين ان هو شادو. باين ان هي الوان وفقع الالوان مش مباين لي ان هو شادو. لازم ارفعهم هما الاتنين فوق الكيرف والهيو كده عشان يبان معي ان انا كده بشتغل على ايه? على شادو. تمام? ابدأ ارجع اغمق مرة تانية ده. تمام? ده اللي هو باسمه ايه? الكاست ايه? الكاست شادو. اجي بقى على الفوقي واعمله كمان ملتبلاي. وابدأ اصغر بقى فرشيتي عشان اعمل ايه? الكون تاكت شادو. هبدأ اصغرها. وابدأ ارسم اهو كون تاكت شادو. ان هو ماكن الانتصاق طبعا انتو هتعملوها ازبط. انا لما رسمتها طبعا كانت متزبطة معي. بس انا دوات عشان بشرح بشكل سريع. فممكن لو اجزاء وفلتت مني حسيتوا ان فيه حاجات مش مزبوطة. فاعزروني عشان ده بس مجرد انا بشرح اه درس هنا. فابدأ ممكن انزل الوباسة بتاعتها لانها عالية قوي. تمام? وكمان اللي تحتيها برضو وهقلل شوية لوباسة بتاعتها. تمام? بس كده. خلاص كده احنا عملنا اللي هو الشادو اللي هو من هنا. هرجع بس للكريمة من هنا اه ازبط باللون الاسود المسح نفسه انا حاسة ان هو اه مش بتزبط عشان كده الدنيا مش بزبوطة معي. معلش انا ما بعرفش استراحة اعمل حاجة اي كلام حتى لو انا بشرح توتوريال يعني. احب ان كل حاجة تبقى مزبوطة يعني. صح بقول لكم معلش سامحوني والقيام ده باستلوني برضو اهو. برجع اصحح وازبط لو لات اي حاجة. عناية مش بتقدر تشوف الغلط. وهي دي المرحلة اللي انا عايزة توصله ليها. ان انت بتقداش تشوف الحاجة مش مزبوطة. وتكروتها وتقول يلا انا عايز خلص التصميم. مش مهم انك تخلص التصميم. المهم ان انت تزبط التصميم. طيب خلاص كده. تمام جدا. بعد كده الخطوة التي تليها ما هي. الخطوة التي تليها عملية الشدوة. اه عفوا الاضاءة والنور. بعملها فوق خالص كل الطبقات دي. فوق كل الطبقات دي. تمام? هعمل اه اه اتنين كيرف. الكيرف الاولاني اه بعلي الاضاءة بس مش جامدة اوي عشان متلسعش معايا كده. واعمل هنا كنترول اي شرحنا الكلام ده كتير جدا جدا. بس انا يعني ايه عشان لو في ناس لسه اول مرة تدخل معانا المحاضرات ما نحرمهمش برضو من ان احنا نشرح لهم ونفاهمهم لان من حقهم علينا برضو ان هما يفهمهم. والكيرف الرقم اتنين اللي هو البرن اللي هو بيغمق بس ما يكونش غمق اوي لان كل ما بغمق بزود الساتوريشن فهعمل كنترول اي. واروح هنا عنده واعمل اه اسمي الطبقة دي بطبقة اللي هي البرن. تمام. بيبقى انا عندي طبقة ضجي وطبقة بيرن. هروح عندي ضجي هنا وابدأ اه ابين او خليني الاول البرن اعمل حرق الاول اه اعمل الغمقه. ويقلل الفلو لاربع ثلاثة انا احب اقللها الاقل حاجة اربعة مثلا. وابدأ هي طبعا الماسك اسود عشان يخفي التأثير. فعشان اظهر التأثير اخلي باللون الفرشة باللون الابيض. اعمل اكس عشان احولها الابيض. هنا الاجزاء دي هنا الاضاعة جاية من هنا. فالاضاعة هتكون من فين من الحواف جاية ومن الاماكن الداخلية هتكون غمقه. هنا الاضاعة هتكون برضو من الحواف والاماكن الداخلية عندي غمقه. هبدأ بقى اعمل اللي هي الاماكن الداخلية هنا كده. تمام? هنا الاماكن اللي هي الغمقه معي. اللي هي مش واصل لها طبقات الاضاعة. وهنا برضو حق داخلي فهبدأ اشتغل هنا برضو داخلي. ابدأ ان انا ازود اماكن الضل فيها. هنا هنا الحواف دي هي اللي هتكون مضيئة والاماكن الداخلية هنا هرفع بس شوية الفلو عشان انا نحس ان الدنيا يعني ايه قليلة قوي خليه حداشر مثلا يعني لا اقلله شوية خليه مثلا تمانية عشان يبدأ يظهر معي الحواف اللي من هنا هتكون غمقه كده داخلية. تمام? وهنا عشان هنا الغطة جاي عامل ضل على المكان اللي هنا. تمام? هنا برضو الحواف دي هنا. هنا اكبر شوية الفرشة بتاعتي. وابدأ اني انا اعمل اماكن اللي هي هنا بتكون قفلة شوية مفيهاش اضاءة عالية. تمام? هقفل قبل وبعد. بدأنا نحس ايه اني فيه تسري دي اكتر في التصميم بتاعنا. تمام? طيب. هروح عند وابدأ اعمل هنا طبعا ده المبدئي. الاضاءة والضل المبدئية بعد كده هنعمل اللمعات اللي هي من هنا هنبدأ نشتغل عليها. آآ بس انا دلوقتي بعمل بشكل عام اللي هي الاماكن اللي هي ايه? زي ما قلت لكم التصميم ده مش محتاج ان احنا نستخدم تكنيك الهارد والسوفت. محتاج بس مجرد بالبرش السوفت نبدأ نوزع وبعد كده هنستخدم تكنيك الضج عشان نعمل اللمعات في اماكن اللي احنا حابين نزود اللمعة ونزود الاضاءة فيها. طبعا هنا الحواف زي ما قلنا هتكون آآ اضاءة لان جاية اضاءة من وراها. هنا الحواف برضو. حابين تعملوا كنترول وانتو بتشتغل عشان ما يطلعش بره تمام بس ايه? يعني انا بالنسبة لي مش حاسة ان انا محتاجة اعمله. آآ علشان يعني ايه? التصميم يعني ما فيهوش كتيرة. خلاص? تمام. آآ كمان فين الاضاءة عندي? الاضاءة كمان من هنا كده. من هنا الاماكن دي مضيقة. والاماكن هنا دي مضيقة. هيجي الاضاءة من هنا ومن تحت. تمام? تمام. كده ايه؟ هابدأ اروح اعمل على الحبات دي. هابدأ اعمل هنا اضاءات من هنا جاي الاضاءة كده من وراها. ومن هنا. هنا الاضاءة كده. كده. هنا برضو جاي اضاءة عليها من هنا. لاتجاه الدايركشن بتاعها. وهنا برضو فيه ضاءة كده. وهنا بردو فيه ضاءة من هنا. وهنا كمان جاي عليها ضاءة من الحواف. تمام? كده احنا inexpensive بالنسبة لده. نيجي بقى عند بتاعهم. هنا شوية في شوية بيرن هنا. بس اروح عند الضجن هنا بس ازود شوية. واروح هنا بيرن. ابدأ هنا الاماكن اللي هي بعيدة عن الاضاءة. اغمقها. هنا دي شوية من هنا بعيدة عن الاضاءة. تمام? كده. هنا دي بعيدة عن الاضاءة بده. ودي كمان بعيدة من هنا هي الحوف بس اللي مورة. بس كده. تمام? تمام جدا. طيب. اه الخطوة اللي بعد كده. اه هنعمل ايه? هنا هتحسوا ان هنا لما مشيت بيرن عليها ثواني. تمام. كده مزبوطة الدنيا معي. بعد كده هروح اعمل ايه? هروح اعمل الطبقة اه هعملها ازاي هعمل. هتطلع للقايمة دي. هسميها دج. تمام? وهروح هنا عند المود اخلي. اخلي. واخلي. هتديني طبقة جري فوقهم كلهم. هبدأ بقى هنا اجيب اداة الدج. وابدأ اعمل اه اللمعات اللي هي بتاعتي اللي انا عايزاها. هعمل لمعات هنا. كده. من هنا من هنا. تمام? فبتديني اه تكسيم اكتر وجمالية اكتر في تصميمي. من اني انا بس اعمل الكيف. بالاضافة انها بتاخد من لون التصميم. من هنا برضو. تمام? هنا شوية فيه حاجة بسيطة. هبدأ اروح من هنا اهم نقطة عند اللمعات اللي هي من هنا. كده. هبدأ اعمل لمعات. بصدو بتاخد من اللون بتاع ايه? اه 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 المنتج نفسه. بتعمل لي لسعات ولمعات حلوة قوي. هم حاجة ان ايه ايه ايديك وتبقى خفيفة وانتو بتستخدموا الادا دي. عشان اه ما يحصلش اي اه في النهاية اه يبوز منك التصميم. فبا انا بوريكم الفكرة بشكل عام وانتو طبعا بتزبطوا الدنيا اه بشكل اه. بعد ما عملنا خلاص حدلنا الاضاقة بتاعتنا واماكن الضل واماكن النور. رجع الكبات قفلتها هنا. وعملنا بصوا لما نقفلها بدون ما نعمل الموضوع بدون الضج. بصوا الدنيا تحسوا ان هي اه مسطحة اكتر تو دي اكتر لما عملناهم. الدنيا اه بدأت تتشكل معايا الكتل ويتشكل معايا البعد والعمق في التصميم. طيب بعد كده اه هنبدأ نشرح اللي بعد كده ما فيش داعي ان احنا نقعد مطول ونشرح اه في كتير لان هو عبارة عن حاجات بسيطة ضدا. هنبدأ نشرح التكست ده احنا عملناه ازاي? في منتهى البساطة جدا ايه كل اللي عملته ان انا جيت عمد الكلمة اللي هي دي استخدمت خط اللي هو اسمه دادي خط هنا هضغط على دي عشان اجيب اسم الخط اسمه دادي ريوايند اسمه دادي ريوايند من الخطوط آآ الجميلة جدا وهو ده الخط اللي انا استخدمته في صناعة البراند وايه عمل اللوجو اللوجو عبارة عن كتابة بس بري بري فانا اخترت ان هو ده اللوجو بتاعها محطتش هتقولوا ليه محطتيش اللوجو هنا لانه اصلا خلاص انا كاني يحط اللوجو هنا يعني هو يفضل في اللوجوهات اما تكون شمال فوق يا اما يمين تحت وانا حققت النظريتين حطيت اللوجو شمال فوق ويمين تحت هي دي افضل الاماكن اللي نحط فيها اللوجو لأي براند فالخط المستخدم دادي ريوايند كل اللي عملته انها كتبت كلمة صمر بيها وبعدين رحت عملت لها نوعين استروك ازاي هنعمل دبل كليك عليها عملت الاستروك الاولاني اللي هو ده باللون البنك وخليت الصيز بتاعه خمسة بعدين ده الاستروك الاول استروك عملت بعدين عشان اضيف استروك تاني بنعمل بنروح هنا عند اه الافكت ده وبضيف من هنا استروك يبقى انا اضيفت تو استروك او اتنين استروك ليها تمام او ممكن من ازاي ادي اعمل كده فهيضيف لي استروك تمام يبقى انا عندي طرقتين اني انا اضيف انا مش محتاجة الاستروك الاضافي ده همسحه خلاص فانا عملت استروك اولاني بنك والاستروك التاني باللون الابيض وخليت الصيز بتاعه تسعة اكبر من الاولاني وعملت لها دروب شادو عادي باللون الدرجة دي لغم اني بيتي وخليت الديستاند ستاشر لسبريد واحد والصايز تمانية والاوباسيتي تسعة واربعين بس روحت عند الكلمة التانية اللي هي الفيري بيري عملت ايه عملت لها نعمل دابل كليك عليها كتبتها عادي جدا دابل كليك عشان نشوف التأسيرات اللي عمانية عملت لها هنا فقط استروك واحد باللون الابيض والصايز بتاعه ستة وعملت لها دروب شادو بنفس القيم الاولانية تسعة واربعين الديستان ستاشر واحد وثمانية جيت عند كلمة ايس كريم ورحت استخدمت خط اسمه كيليبري كيليبري من الخطوط الحلوة جدا خط سان سيرف من انواع السان سيرف فانا حبيت هنا استخدمت نوعين من الخطوط خطوط السكريبت وخطوط الفرشة من انواع السكريبت واستخدمت خط سان سيرف في التصميمات دي بنحتاج اكتر من نوع خطوط وهو نفس الخط اللي استخدمته هنا في اللابل عشان كده لازم تكون عارف انواع الخطوط اللي الشركة بتستخدمها علشان تستخدمها في البوستر بتاعك بالنسبة للاشكال اللي هنا سهلة جدا هي عبارة عن ايه رحت جبت البنتول كده ورسمت بالشكل كده رحت جيت كده ورسمت كده كده وقفلتها وعبتها باللون الابيض هي شيء باث حتى لو هي باث عادي ممكن املاها مش مشكلة سواء باث بس انا وخلتها شيب بس احنا فرضا انتوا عملتوها باث بدل ما ترجعو تعيدو ترسمو هتعملو كليك يمين ميك سيليكشن وهتعملوها باللون الابيض هنا عندي اسود وابيض الابيض تحت بقى كنترول باك سبيس عبناها باللون الابيض لو منتهى البساطة كنترول دي عشان اشيل التحديد تمام طيب انا دلوقتي بس مجرد بوريكم الفكرة ورسمتها وعملت منها نسختين وزبطتهم وحطتهم التلاتة في جروب واحد ورجع تكررتهم في الاتجاه الثاني بس كنت تمام ده بالنسبة اللي هو التكست الاولاني طيب بالنسبة دي تكست رقم اثنين اللي هو العناصر اللي هي اللي تحت هنيجي هنا عملت هنا مجرد ان عملت شيب عادي جدا جبت بالادات اللي هي الريكتانجل من هنا ريكتانجل عادي ورسمته وخلت حوافه دائرية ازاي خلت حوافه دائرية بروح من عند الاعدادات هنا هنا في حاجة اسمها بروبارتز مش لقينها تروحوا من عند ويندوز تختاروا بروبارتز وتبدأوا تختاروا بالنسبة لي كان اه انا عاملة لها شوية استروك اهي انا مش يعني مفيش استروك هي بس الفل باللون ده اللي هو الدرجة اللونية اللي هي هنا موجودة في بالتة الالوان وخليت من هنا ابدأ اغير من هنا بصوا بالمكان ده بقدر اغير الدائرية بتاعته الدوران بتاعه كده المترابط لو انا عايز اغير اتجاه واحد بس بشيل العلامة دي من عند السلسلة وبغير اتجاه واحد بس بصوا هنا اتجاه واحد تمام ترجع القيم الاصلية بتاعتنا تمام وكتبت order now والorder now نفسها استخدمت خط هنا ثالث نوع خط اسمه لاليزار يبقى انا استخدمت هنا ثلاث انواع من الخطوط لانه خط bold اكتر خط الكاليبري بيكون رفيع فانا محتاج عشان الكلمة دي ابرزها عملتها باللون ده وحطيت الكلمة المهمة زي ما قلنا دايما العين بتمشي من فوق لتحت فحطيت الكلمة المهمة فوق واللي هي صمر ان انا عايز ابين ان ده حاجة في الصيف بعد كده المهم برده كلمة فري بير لان هو المنتج والايس كريم وبعد كده هتبدأ عيني هتبص على order now وعملت لها drop shadow عادي هنشوف القيم بتاعت drop shadow بتاعت اصممم جعوب اصممكن بشكلهم vogالكم التابق ايكونات السوشال ميديا هديكم الـ custom shape هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن custom shape بس انا جبت custom هنا علامات السوشيل ميديا عادي جدا هروحت من هنا هديكم الاضافة custom shape وهديها لكم اضافة اسمها 160 social media custom shape بدر ما تروحوا بقى تجيبوا ايقونات وتدخلوها بتختروها من هنا اخترتها اخترت اللي هي الفيسبوك علامة الفيسبوك فين علامة الفيسبوك علامة الفيسبوك وعلامة الانستجرام وتويتر وتويتر اللي هي دي وعلامة اليوتيوب اخترتهم من هنا عادي جدا مثلا اهو عشان اوريكم هاخد كده الفيس اهو ورسمتها alt و shift عشان تبقى بس كده وكانت باللون الابيض طيب هتقولولي فيه ناس ممكن مش عارفة ازاي تدخل او انا مش راحتش معلش عفوا مش راحتش قبل كده ازاي بدخل الشبات سهل جدا من هنا هروح عند العلامة الترس اللي هنا اعدادات وهروح عند import shape وبتدخلوا الشب اللي انا حطيته ليكم هيكون ملف مضغوط هتفكوه وهتاخدوه وتدخلوه وتعملوا loud وخلاص وهتنزل معاكم بمنتهى البساطة طيب اه ويه كتبت في النهاية very very اللي هو المنتج هي الصفحات كلها معمولة بالاسم ده اللي هو very very بري بري هنا استخدمت فيه خط اللي هي الكاليبري خط الكاليبري تمام طيب الكتلة اللي هنا انا ازاي عملت لها توازن جبت المصطرة كده تمام وجبت مصطرة هنا كده تمام ووزنتهم كلهم بنفس الحجم والمسافات ما بين دي وما بين دي متوازنة وما بين هنا وما بين هنا متوازنة وما بين هنا وما بين هنا نفس المسافة ده بالنسبة للتوازن في التصميم ودي طبعا هتبقى في المنتصف ما بينهم معلش انا حاسة ان هي هنا مش في المنتصف قوي عادي نحددها كده ونحركها شوية كده لو حاسين ان هي مش في المص بالظبط دي بقى دي الكتلة الاولى اللي انا وزنتها ونزلت ده فيه هنا بعد كده الديسكاوند اللي انا عملته هنا عملته ازاي اهو دسكاوند بس ده حطيته اول عملت color grading وبعدين عملت الديسكاوند فخلينا الاول نشوف ال color grading اللي احنا عملناه وده موال واحده بصراحة هنشيل بس ال red clear grade ده موال اللي هو في النهاية خلاني اوصل للتصميم اللي انتو شايفينه ده اللي هو كل العناصر بقت لون واحد العناصر اندمجت وبقت لون واحد مع ان هي مختلفة في الوانها ازاي عملت color grading ركزوا معي ازاي عملناه هفتح color grading وهمشي لكم خطوة خطوة لانه خد مني وقت كبير جدا انتو هتعودوا تجربوا حاجات يعني ممكن تعملوا نفس color grading بتاعي وممكن تجيبوا من عندكم افكار بس قبل ما ابدأ اشرحه هتلاقوا فيه درس على القناة هحط لكم اللينك بتاعه اللي هو اكتر من 500 color look up مهم جدا هتسطبوه وشرحت فيه طريقة التصطيب على برنامج الفوتوشوب هو ده color look اللي احنا اصلا كل تصميمنا معتمد عليه بس في البداية روحت اول حاجة عملت معلش انا هقفل الحاجات دي انا عايزة بس امشي معاكم واحدة واحدة اول color grading ركزوا معي مهمة جدا الخطوات دي وهي دي اللي بتفرق التصميم الاحترافي اا اللي عامل زي السينما الكلاسيكي الدرامي بتديك تأثير مود الدراما وكنت عاملة قيمة كاملة في القناة بالcolor grading بس للاسف ماكملنهاش بس ان شاء الله ممكن نرجع لها لانها مهمة جدا في تصميماتنا وهتساعدكم وكنت حطة حاجات حلوة وصراحة لاني ما شفتش فيها تفاعل كبير فالانسان بيحبط بصراحة وممكن يوقف شرح حاجات مهمة كتير بسبب الاحباط الcolor grading هنا اول واحدة انا عملتها اللي هي رحت عند ال gradient map من فين اجيب ال gradient map من هنا رحت هنا حاجة اسمها gradient map عملت gradient map بالالوان دي الالوان دي خدتها من فين من هنا خدت اللون اللي هو ده الاول حطته هنا وبعدين اللون الازرق حطته هنا واللون الموف حطته في النصف ازاي بضيف الحاجات دي بعمل كده بضغط بس ضغطة كده خلاص اضافت معايا تمام عملت الالوان دي وبعد ما عملتها خلاص هي نزلت طب ايه معنى الالوان دي معنى الالوان دي ان الازرق ده هينزل فين في الاماكن اللي هي الغمقة في الشدو وهنا هينزل في الميتون وهنا هينزل في الاماكن الفتحة يعني انا عايزة لول الاماكن الفتحة بالتصميم ده عشان نفهم الكلام ده اكتر هروح اشيل البلند مود اخليها هنا نورمال وهروح اخلي القبسة بدل 16 اخليها 100% فعشان بس تفهمه بصوا هنا اتلونت الاماكن اللي هي النور اللي انا عملت فيها الاضاءة باللون ايه اللي هو اللون ده اللي انا كنت احطاه هنا في الاتجاه ده وتلون الميتم باللون الموف اللي هي الاماكن ما بين الاضاءة والشدو وتلونت الاماكن الغمئة الشدو في التصميم باللون الازرق هي دي فكرة خلاص تمام بعد كده بعد ما عملت رحت جيت عند البلند مود وعملته وقللت الشفافية بتاعته خلتها 16 انتوا طبعا على حسب الرؤية بتاعتكم والنظر والعين فبتعملوا الكلور جريدينج ده ملوش قاعدة مجرد ان انت بتوعب تجرب حاجات كتيرة جدا وتخلط حاجات مع بعض لحد ما توصل في النهاية للمود اللوني اللي انت عايزه بعد كده رحت عملت حاجة اسمها من هنا من تحت حاجة اسمها فوتو فلتر الفوتو فلتر الاولان اللي انا عملته باللون الازرق والدينسة بتاعته 25 تمام وخليت البلند مود بتاعه صفت بصوا قبل ما اعمله وبعدها بس تأثيرات خفيفة جدا يعني تكادلتوا يعني انتوا حتى مش شايفين التأثير بصوا لما افتحوا ولما اقفلوا انتوا شايفين التأثير خالص بس بيفرق هتشوفوا في النهاية هيفرق معاكو ازاي مجرد ان انا عملته صفت لايت وخليت البلند مود بتاعته 14 عملت واحدة تانية فوتو فلتر تانية باللون اعكس بقى انا عملته بلو الوان بردة اعمله بالالوان الحرة والدينسة بتاعته 36 ورحت عملت البلند مود بتاعته وصفت لايت وخمستاشر بصوا قبل وبعد ما فرقتش قوي بس بتفرق في النهاية كل الالوان دي اللي انا بخلطها على بعد بتفرق وكنت شرحت الكلور جريدين في تصميم ليبتون رقم اربعة بمنتهى التفاصيل تمام بعد كده عملت بقى جبقى دور الكلور اللي هو بقى الابداع بقى كله اول الكلور انا عملته اللي هو ده هنقول هنشوف اسمه اسمه orange and the teal by editor بلال تمام ده اول واحد اه حابين تشوفوا شكله بالاباسة العالية هو ده شكله بصوا كده هو ده شكله قللت الاباسة بتاعته الكام ال 11 تمام انت بتفضلوا تخلطوا لحد ما توصلوا للتأثير اللي انت عايزينه بعدين عملت color look up بفوقيها تانية اسمها orange and blue orange and blue البلند مود بتاعها hard light بختار البلند مود بناء على ايه بناء على اللي انا شايفه بعض غير غير في البلندات لحد ما وصل للبلند ده وخليت الاباسة 10 بالنسبة للتأثير الاولاني كان البلند مود soft light وكان الاباسة 11 يبقى عملت الاولانية soft light 11 التانية hard light 10 عملت color look فوقيهم كلهم اسمه iron creation color اسمه iron creation color look up تمام عشان كده بقولوكم لازم تنزلوا القيمة دي تمام عملته وحسيت انه هو عجبني خليت البلند مود بتاعه هنا multiply وعملت الاباسة بتاعته 13 لو قلتلكم اني في قاعدة ابقى انا بتحك عليكم ما فيش قاعدة للcolor grading انت بتعرض تجرب لحد ما توصل اللي انت عايزه بعد كده عملت color look up تاني كلها color look up عملت واحدة تانية نفسها هي نفس الاسم iron creation color look up هي نفسها بس خليت البلند هنا mode hard light وعملت الاباسة 5 عملت واحدة كمان هبصوا بدأ ايه يبان معايا عملت واحدة color look up اسمها فوجي نايت بحبها جدا دي التأثير ده حلو قوي قوي يخلي تصميمك دراميا تيكي سينمائي اكتر وخليت البلند mode multiply وخليت الاباسة 7 عملت واحدة فوقيهم كمان color look up اسمها هتزهق واتقولوا ايه كل هتعرض وتجربوا اسمها black wood black wood وخليت البلند mode soft light والاباسة 14 عملت فوقيهم color look up كمان اسمه ايه اسمه gc carbon saber gc carbon saber وخليت البلند mode saturation مشبعه اكتر بصو قبل التأثير وبعده فعلا تلاحظوا فيه فرق بدأ الدنيا تتغير بصو هنا كان مسطح ازاي بلما عملنا التأثير ده جسمه خليت saturation 40 خلاص بعد كده رحت عملت u and saturation اخر حاجة عشان التصميم عندي فائعة حسيت انه مفائعة قوي وقللت التصميم بس لما قللت التأثير بدأ يظهر التأثير ممكن تحط كمان selective color ممكن تعملوا بقى selective color ولو عايزين تبديله وتغيره في الالوان يعني خلينا نجرب نعمل انا ما عملتها بس خلينا عمل selective color فوق طبعا طبقة انه saturation خليتها saturation عشان تنزل على saturation وقللت saturation فيها ممكن تعملوا طبقة selective color وتغيروا شوية في الالوان يعني الرد هنا الحاجات الحمرة عايزين تخليوها مشي في سكة الاذرقات اكتر كده عايزين تخليوها مشي في سكة الاحمرات عايزين تمشوها في سكة الحاجات الصفرة في التصميم يعني هنا بالselective color تقدر تمشي او تغير المود الماجنتا الحاجات الماجنتا حابين تمشوها في السيام اكتر حابين تمشوها في الماجنتا اكتر وهكذا بس انا بصراحة ما حستش ان دي خطوة انا محتاج ان انا اعملها وبكده طلع تصميم رائع ورهيب وجميل جدا بعد كده عملت بقى اللي هي الديسكاونت لانا ما كنتش عايزة ياخد من تأثير البلند مود عشان يبهن باللون الابيض الصافي ده سهلي جدا هو عبارة عن ايه رحت عند الكستم شاب هنا برضو عند الاشكال هي 850 كنت حطتها لكم قبل كده هرجع احطها ليكم مرة تانية واخترت اللي هو الشكل هقول لكم عليه دلوقتي اللي هو الشكل ده تمام اخترت الدايرة ورسمتها عادي جدا كده يعني الدون قلت وشفت انا حبيتها كده تمام بس رحت شلت الفل والستروك منها رحت هنا شلت الفل خالص والستروك نهائيا منها خالص ورحت دبل كليك عليها ورحت اديت لها ايه اديت لها اوتر جلو تمام وادت لها color overlay color color overlay اديت لها باللون الابيض عشان ادونها من جوة وعملت لها color outer glow اللون اللي هو ده اللي انتو شايفين اللي هو اللون ده ناخده من هنا اهو تمام باللون اللي هو ده وازود outer glow بتاعها شوية تمام عشان نحس ان هو قليل تمام ايو كده بس كده وعملت لها شوية inner shadow او وعملت لها drop shadow وخلاص على كده بس ورحت كتبت 50% off بخط اللي زار اللي هو التقيل عشان انا عايزة bold اكتر عشان ال همني احطته في الاتجاه الثاني عشان ما تبقاش كل الكتر المتوزعة في مكان واحد خلاص دي انا مسحة خلاص مش عايزينها وعملت 50% off يعني ان هنا في عندي discount وخلاص خلصت تصميمي بعد ما خلصت خلص رحت عملت control alt shift اي تمام و هروح اعمل عليه convert smart object وبعدين رحت عند filter camera filter وازود شوية جمالية اكتر في التصميم لو انتم حابين الخطوة دي بس انا بحبها طبعا لان هي بتدي وضوح اكتر همشيها شوية في مود الازرق ومشيها في مود الماجنتا وازود ال contrast اعلي شوية ال highlight طبعا انتم بتعملوه هنا اعلي انتم شايفينو واقل ال shadow شوية ازود الاماكن البيضة في التصميم واقفل ال shadow شوية التكس هزوده بس بمقدار بس 3 و بمقدار بس 2 هزود ال fibrance حاجة بس وخلاص اوكي بس هو ده كل اللي عملته لأ وفي خطوة كمان مع لش نسيتها عملت شوية green هنا من effect عملت green بمقدار 2 يعني يعمل اندماج اكتر في التصميم بتاعي وضغط على اوكي وبكده انتهى معانا التصميم الجميل البسيط اللذيذ الاحترافي اللي انتم شايفينه قدامكم واللي تعلمنا فيه كمية كبيرة من التكنيكات ياريت تطبقوا كل الكلام اللي احنا شرحناه ويكون موضوع color grading واضح بالنسبة زي ما قلت لكم ملوش قاعدة انت بتشتغل على حسب ما انت شايف يعني انتم ممكن تعملوا تمشوا على نفس خطواتي وممكن تبتكروا من عندكم color grading جديد تجربوا في look up تجربوا حاجات كتيرة انا مدياكم اكتر من 500 color look up ممكن تعودوا تغيروا وتلعبوا وتتغيروا وتطلعوا حاجة احسن من اللي انا كمان طلعتها عندكم انتم تطلعوا تصميمات اكتر احترافية من التصميمات اللي انا بعملها كمان وتكونوا محترفين ومتمكنين في شغلكم ويتنزلوا تطبقاتكم في سرد زينا للتصريح ويريد تفاجؤوني بcolor grading مختلف تماما عن اللي انا عملته فده هيكون يعني قمة السعادة بالنسبة ليا عشان هحس ان انتم فهمتوا الفكرة من color grading وازاي بنعمله وصلكم المرحلة متقدمة جدا في التصميمات الاحترافية واتمنى لكم التوفيق الدايم ويريد تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموني بقدر ما تستطيعوا وكفية عليكم كده وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك